أكد رئيس اللزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة جوانب الإعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناقق قب 27 فيما يخص التنظيم وكذلك أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر بحضور وزير الخارجية وعدد من الوزراء